السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في خبر جديد بيفوس قالت شرطة موسكو إن سائق سيارة أجرة صدم حجدا في وسط العاصمة الروسية فقد على أرجح السيطرة على عجلة القيادة وقالت شرطة إن ثمانية أشخاص أصيبوا بجروح ويتلقون العلاج ونقلت وكالة العلامة الروسية عن سلطات موسكو تأكيدها عدم سقوط قتلى في الحادث وقالت هيئة النقل في موسكو على مواقع التواصل الاجتماعي إن الشرطة اعتقلت سائق السيارة وتداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا قالت إنها للحادث وقد أصيب ثمانية أشخاص نتيجة دهس سيارة أجرة لعدد من الأشخاص وسط العاصمة الروسية موسكو وجاء في بيان ليزارة الداخلية قام أحد سائق سيارة الأجرة عند شارع إليانكا وسط موسكو بالخروج إلى ممر المشات ودهس عدد من الأشخاص ووفقا لبيانة الأولية فقد طلب ثمانية أشخاص على لقاء المساعدة الطبية وأضاف البيان أن السبب المبدئي للحادث هو أن سائق فقد السيطر على السيارة حيث تم اعتقاله واقتد إلى قسم الشرطة وجاري التحقيق معه حول الحادث